اشتركوا في القناة في فن التبرير احنا شاطرين قوي وبنقول ثلاث كلمات ما حدش علمني ما عنديش وقت ما حدش قلي والثلاث كلمات دول بنقولهم علشان نبرر نفسنا نقص مهارة او اننا ما تعلمناش حاجة معينة كويس وبالتالي ما بنعملهاش كويس تخيل بقى ان ما فيش حاجة من دول تنفع لانه في بعض التجارب عملوا كده جابوا سماعة طبية ومحتوى علمي وشخص في سابع نومة وخلوه يسمع المحتوى ده المفاجأ بقى انه بعد ما صحي من النوم لقى او لقوا انه هو يعرف جزء كبير من المحتوى وتعلمه فعلا حتى وهو لا يعني حتى الحجة بتاعت ما فيش وقت غالبا مش هتنفع المرات شغلة عالي شغلة عالي شغلة عالي شغلة عالي قبل ما نبدأ نتكلم النهاردة عن فكرة هي الاهم تقريبا على مدار حياتنا مش بس العملية لكن كمان العلمية الفكرة اللي هارونة بيها نصايح وهي انك اتعلم كويس يا بني الكلمتين اللي هتقراهم دلوقتي هينفعوك بعدين لكن لما كبرنا اتصادمنا بواقع تاني وانا عشان كده على طول عايزة اسألكم كم مرة حد قال لنا انت لازم تاخد شهادة عشان تحصن بيها نفسك صح؟ خدتوا الشهادات؟ مبسوطين؟ لا ليه ما لازم نبقى مبسوطين بالشهادة بس انا سؤالي بجد هل الشهادة لوحدها كانت كفاية انك تدخل في سوق العمل؟ حد حصل مع التجربة زي انه لما راح يشتغل قالوا له شهادتك متعملش حاجة؟ اسمي خالد سالم معايا معهد مساحة اربع سنين تمام رحت اشتغل بالشهادة ولا اي شغل ملقيتش شغل ملهاش اي لازمة لا هي ليها لازمة بس انت مش لايه مجالك اربع سنين ضاع الفاضي ماشي موافقين موافقين على الكلام ده؟ هي الشهادة مفيش شهادة في الدنيا ملهاش لازمة هي ليها لازمة بس غالبا فرصها قليلة فانا باضطر اعمل ايه؟ اشتغل بحاجة غير شهادتي مش كده؟ فاحنا بقى في حاجة مهمة جدا كان لازم حد ينبهنا ليها من زمان ان يقولولنا ايه المهارات الاساسية اللي انا محتاج تكون عندي في الحياة عشان لو شهادتي ما نفعتش يبقى عندي شوية مهارات تانية تستعيدني في حياتي حاجتين بس اتعلمهم وبعد كده اتعلم اي حاجة تانية اتعلم لغات وتعلم كمبيوتر ولما نتكلم عن اللغات هحكي لك الحكاية من اول بداية الخليقة من بداية الخليقة الناس بتدور على طريقة للتواصل من بداية الخليقة واللغة هي الحاجة الاولى اللي بنتعامل بيها مع بعض واللي اتبنت على اساسها كل الحضرات لحد طبعا ما انتو عارفين القصة الشهيرة اننا وصلنا للغات مختلفة بنتواصل بيها مع بعض لكن احنا لازم ما نهربش من الحقيقة ان اللغات اللغة هي الطريقة الاولى للتواصل فتخيل كده انه في حد عايز يروح يدخل في العالم الكبير ده ويدخل في الحضارة الكبيرة دي وهو ما عندوش لغات ولا حتى اللغة الاولانية خليني اقولكم انه في بعض الاختبارات كده بعض الناس لحد النهاردة وهما مخلصين شهادات جماعية مش بيعرفوا يكتبوا عربي كويس حصل ولا لا؟ موجودة؟ ده انا ممكن اعملك امتحان دلوقتي واقولك انها موجودة هنا في الستوديو في ناس مننا لحد النهاردة حتى بعد ما خلصت تعليمها ما بتعرفش تكتب عربي كويس ومتعرفش تتكلم لغة عربية سليمة اللي هي لغتك الام البشر ما وقفوش عند حتة ان انا عندي لغة واحدة احنا فضلنا ندور على طرق نستخدم بيها اللغة فضلنا ندور على روابط اقتصادية وثقافية واجتماعية وحاجات كتيرة جدا بنشترك فيها فبقى فيه مصطلح بقى مهم غير اللغة الام اسمه اللغة التانية كل واحد فينا مهم انه جنب لغة الام يبقى بيعرف لغة تانية مش تناكة صدقون ولا مطلوب ولا زي رفاهية ولا الناس اللي بيشتغلوا بس في الحاجات الصعبة والمعقدة هما اللي بيتقنوها اللغة التانية الهدف منها اننا نقرب من بعض او اي حد فينا عايز يوسع دائرة شغل واهتماماته لازم يكون عنده مبادئ على الاقل من لغة تانية الانجليش مثلا او اللغة الانجليزية تخيلوا بقى انها اللغة الام لأكتر من 375 مليون شخص حول العالم وهي طبعا معناها كده انه في 375 منتج ثقافي وحضاري وحاجة ومعلومة ممكن اعرفها لو بس عندي لغة انجليزية عشان كده لو ما عنديش اللغة دي ابقى في مشكلة اللغة الانجليزية كمان هي اللغة التانية لما يقرب من مليار شخص حول العالم اللي هما لغتهم الاولى مثلا الصيني المليار شخص دول اجمعوا انه لغة الانجليزية هي اللغة المستركة وبالتالي بقتها اللغة العالمية لكل الابحاث العلمية المراسلات المكاتبات يعني ايا كانت وظيفتك او مهنتك في حاجة جديدة حصلت النهاردة في العالم مكتوبة باللغة الانجليزية وفي حاجة جديدة حصلت النهاردة في العالم لو انت متعرفش تتكلم انجليز او عندك مبادئ من اللغة دي هتفوتك حد ينفع يقول لي افكار حد جرب يعمل كده حسن اداءه في اللغة بتاعته ونفعت معاه هتساعدوني بافكار نعملها ازدائي او حضارك دلواتي دكتور التكنولوجيا ما خليتش حاجة دلواتي مستعصية علينا اهام احسن ان دلواتي لو انا مش قادر ان اروح كورس او ان احضر كورس اونناين بسبب مثلا تكروفة مالية او مثلا تشغالي في شغل او اي حاجة حل فانا اقدر انزل اي ابليكيشن من الابليكيشن الموجودة بدون ذكر اسمات لا اذكر اسمات يعني مثلا فيه اللواء امريكانز ده ده ممتاز جدا وفيه كده برضو ابليكيشن دولينغو ايوا جربت دولينغو ده جميل لاعبتي المفادل واو هو فعلا يعني انزل جيدا هو لعب على فكر مبرا انزل بان فيها موهرت في اللغة سواء انا بسجل او بكتب سواء بالعربية او بالانجليش و اي روقة تانية ابدا الحمان انت تعمل كده عبد الرحمن عشان اكون صريح اعدت فاترة بعمل كده بس انشغلت بقى في الشغل يعني شغل ودراسة مع بعض فكان غصب عندي انا مش لايه وقت ان انا مسكي التلفون حتى حلو عوي بس يعني انا عايزة حييك بس عايزة ما تقولش غصب عني ومش لايه وقت انتفقنا؟ ما هذا المبرر هنعمله لا ده مبرر ايو لسه متكلم عليه حتى جرب يعلم نفسه بنفسه انا مش بتكلم على اللي طلع لانفسه في مدرسة لغات ولا حدا من عائلته من سويسرا انا متكلم عن شخص عادي اتعلم تعليم عادي تمام بس انا ساعدت نفسي انا بسراحة كنت ارجع لنقطة تانية يعني كنت عايزة ارد على الناس اللي بتقولي ان الدراسة ملهاش اهمية او ملهاش دور انا بحس الفكرة كلها ان الدراسة دي زي الطبق الرئيسي لما بروح مطعم واطلب طبق بحس الدراسة هي الطبق الرئيسي والكورسات والمهارات وايا كان ايه هي مش هقول كورسات لان الموضوع بقى ابسط من كده بكتير انا عنات بعرفة يعني اجيب حاجات كتير اوي من غير ما بروح مشوار او ادخل مصليف فالطباق الجانبية دي هي اللي بتكمل الوجبة وبتخليني ايه بقى مبسوطة بعد ما كلها كده ومعها المشروب معا كل حاجة بحس ان انا خدت حاجة كاملة متكملة هتفتح لي طريق يعني حلوة قوي التشبيه بتاعي لكن اسمحيلي كمان اقول ان هي حتى المهارات الجانبية دي جزء من العناصر الغذائية الاساسية يعني حطيها جواه الطبق الرئيسي هي اساسية وانا مش اقدر ااكل طبق واحد بس من غير ما استمتع بالباقي شكرا حلوة او حد جارب يعلم نفسه بنفسه قصة نجاح كده اكرمواي بقصة نجاح تفرحوا هاني معك يا دكتور تمام انا نميت نفسه ازاي ولسه بنامي نفسي يعني اكتر يعني كتر الفرجة على الافلام الاجنابي عموما المترجمة او الاغاني الانجلش لما بيكون مترجمة ده اسرع تمية صح من ان انت تبرز على الابليكيشن اقايا كان لان كده كده انت اصلا لما بيتكلم قدامك وفيه ترجمة بس كنت ترجمة صحية طبعا لان فيه اوقات بتبقى الترجمة من الصح صح ده بي نميك اعلى واسرع موافقة جدا على كلام هاني ودي واحدة من طرق تعلم لغتاني اني اتفرج على حاجات باللغة اللي انا عايزة اتعلم شكرا يا هاني ديفي عبد الرحمن فيه طريقة كده كان والدي قال لي عليها لان والدي ما شاء الله بتتكلم انجليش كواس جدا ان انا و اهلي في البيت او احنا كلنا نعد يعني نعد نعد نتكلم مع بعض باللغة الانجليزية يعني الممارس او عشان نمارس وهير دي برضو بتبقى افضل طريقة ان احنا نتعلم هلو عوي الممارسة طبعا دي حاجه كويسه بس ان احنا نتفق ان احنا دلوقتي هنتكلم لمدة ساعة مثلا بالانجليش لو احنا كلنا بنشجع بعض لكن بلاش الممارسة بتاعة آآ اا آآ أي شوزة واحتي الشراب بتاعت الآآ عارفين عارفين الحاجات الغريبة دي اللي هو عربي على انجليش بس بيسيحوا على بعض بي ملزقين كده عارفينهم دي اللي هي اللي احنا سميناها الفرانكواراب ودي لغة أنا بتهيلي غلط ما فيش حد في الدنيا بيعمل لغته عبارة عن خلطبيطة كده زي اللي احنا بنعمل وبعض الأمهات كمان بيقعوا في الغلطة دي إنه يكلم أولاده ما تديها بوسة عادي ما فيش أي مشاكل فإحنا ساعات كده بنحاول نعمل نفسنا عندنا لغات وبالمناسبة من أكتر الحاجات السيئة في اللي لسه بتعلم لغة جديدة إنه يفتكر إنه أنا لما أقول جملتين كده بلغة أجنبية في غير سياقهم أبقى أنا كده حد جامد إحنا متعلم اللغات عشان نستخدمها مش عشان نستعرض بيها أو نوري حد إن إحنا شاطرين وجامدين في حاجة إزاي أتعلم لغات من كلام العظيم اللي سمعناه النهارده هم في شوية خطوات كده معروفة كل الناس تقريبا عرفاهم بس إحنا بنكسل أو ما بنحبش نعمل نيقولوا إنه 15 دقيقة من التعلم كل يوم لمدة 6 شهور ممكن تخليك تبتدي تتكلم لغة جديدة عمرك بتكلمتها قبل كده مشاهدة محتوى باللغة اللي أنت عايز تتكلمها لو عايز تتكلم فرنساوي تفرج على حاجاته أفلام فرنساوي لو عايز تتكلم إنجليزي تفرج على حاجات إنجليزي والقراية القراية بطبيعة الحال هي من أجمل المتع في الدنيا بس اقرأ باللغة اللي أنت عايز تتعلمها حتى لو مش فاهم كل الكلام وأخيرا استخدام تطبيقات وألعاب تعليمية عشان ما تتحولش رحلة التعلم دي لحاجة مملة ولا هي فرض واجب في حاجات لعبة فعلا ألعاب والحاجة الأخيرة اللي كل الناس اللي بطلوا واللي ابتدوا وبعدين وقفوا كانت بسبب إنه لما ابتدى يتكلم باللغة التانية كان النطق بتاعه مش تمام قوي يعني فالناس ضحكت والتريقت عليه حد يضحك عليك وانت بتتعلم يبقى هو اللي عنده مشكلة مش انت فمن أهم الحاجات اللي بنخلي بالنا منها وإحنا بنتعلم لغة جديدة يعني مش مهمة قوي أبقى بانطق زي أهل البلد الأصليين لكن مهمة جدا أني ببقى أقرب حاجة للنطق الصحيح للكلمة ودي حاجة اسمها علم استوطيات يعني أسمع ناس بيتكلموا باللغة دي خد نفسك شوية غالي وارجع نكمل شغل عالي أول ما حد بيسمع كلمة تعليم بيفتكر على طول الكتب والواجب والامتحانات ذكريات مش شرط تكون سعيدة لكل الناس أكيد أن التعليم مهم وبيفتح فرص كتيرة للناس إنها تحق أحلامها بس المؤكد أن التعلم مش مرتبط بسن ولا مكان أي حد ممكن يتعلم ويحسن ظروفه وأقرب مثال على ده قصة الأمريكي الكفيف دانيل كاش اللي قدر يعلم نفسه طريقة غريبة شوية علشان يرسم صورة ذهنية للمكان اللي حواليه اعتمادا على الصوت والصدق دانيل أو الرجل الوطواط زي ما بيسموه اشتغل على نفسه كتير علشان يستفيد من كل حواسه في أنه يتعرف بسرعة على المكان المحب بيه حتى لو بيزوروا الأول مرة زي ناس كتير عانى دانيل في طفولته من ضعف جديد في النظر ومتعلكش وفقط بصره هو عنده 13 سنة ومع الوقت لقى نفسه محبوس جوا مساحة معينة من الخطوات وأي تحرك يمين أو شمال لازم يعمل حادثة يوقع حاجة يخبط في حاجة أو هو حتى نفسه الكعبل العادي هنا إننا نقول ده طبيعي ما هو مش بيشوف لكن هو مرضيش بدا دانيل اعتمد إنه لو أصدر صوت طرقعة بلسانه هيقدر من صدى الصوت إنه يرسم صورة زهنية للمكان بحيث يعرف إن هنا في حيطة أو حاجة ما يخبطش فيها فبالتالي يمشي بمنتهى السلاسة وبالتدريب بقى ممكن ما تاخدش بالك إنه بيعمل أي شيء غريب إلا صوت الطرقعة اللي تعلمه دانيل ما كانش رسم على الميا ولا تعليم في الكبر ولكن حياة جديدة رسمها نفسه وثقف قدراته وعقله إنه قادر يتصرف لوحده ويحل مشاكله بنفسه طبعاً لما بنسمع القصص اللي فيها ناس تحدد ظروف أصعب من ظروفنا مئة مرة وعلمت نفسها مهارات جديدة وتحدد كل الصعوبات اللي أنا شخصياً بتلكج بيها لحد النهاردة ويبقى عندي أسئلة كتير عن اللي ممكن أعمله وبصراحة بتشجع أكتر هاخدكوا دلوقتي نروح نتكلم مع أحد من كبراء مهنة أو الاهتمام بتطوير التعليم في مصر واحد من كبراء الشغلانة دكتور حسين بدروي يتبادر اسمه إلى ذهنك فور حديثك عن التعليم كقيمة وليس كوظيفة أو مهنة هو الأستاذ الجامعي والطبيب والسياسي ورجل الأعمال والفنان التشكيلي والكاتب المنتظم لكنه قبل كل ذلك كرس جل مسيرة حياته للتعليم اهتم بالتعلم الشخصي ثم نقل الخبرات والتدريس ثم وضع فلسفات وطرق التعلم وتطوير المنظومة التعليمية وعمل وحقق على الأرض الجزء الأكبر مما تمنى أن يراه واقعاً ورغم زخم المسيرة وتنمعها وثراء التجربة تلقاه فتجده مملوء بالأحلام والخطط والحب الخالص لهذا الوطن وشبابه إنه دكتور حسين بدروي دكتور حسين أولاً شكراً على استضافتك لنا في المكان العظيم اللي كنا نحب نشوفه بصراح يعني دايماً لما بنعجب بشخص بنبقى عايزين نعرف فين مكانه أو فين الصومعة اللي بتخرج منها كل الأفكار دي فالأول شكراً على الدعوة الجميلة شكراً لكي وسعيد المجال المحترف اللي أنا شفته في الإعداد لهذه الجرسة بشكرك يا دكتور حضرتك من الناس مش بس المشتغلين أو مهتمين ومهمومين بالتعليم لكن كمان اللي حققوا إسهامات قادر أقول عليها لها رؤية في المجال اللي هم مشغولين ومهمومين به طول الوقت بداية ينفع نسأل كده أو نحكي شوية فيما قبل ذلك يعني بداية حضرتك دراسة الطب ثم السفر عشان الماجستير كانت الرؤية الطب والاهتمام بي بس وتغيرت ولا كانت الرؤية من الأول أننا نبقى مهتمين بالمجال العام طول عمري من وانا في المدرسة والجامعة كنت مهتم بالعمل العام وبعدين الطب مهنة عظيمة جداً لأن هي فيها الجانب الأكاديمي والجانب المهني والجانب الإنساني والجانب الإنساني عميق ومهم أنا دراسة الدكتورات بتاعتي كانت على حاجة اسمها المايكروسكوب الماسح الإلكتروني وده كان أول صهور للسكانينج إلكتروميكروسكوبي في تاريخ العلم هتقوليه دي إيه يعني إيه؟ المايكروسكوب دي بتقطعي شريحة رفيعا جداً وتحطي نور تحتيها وتكبريها سكانينج إلكتروميكروسكوبي ده بيشوف الحاجة ثلاثة أبعاد كانت سنة كمية دكتور؟ 1979 ده بدري ده بدري لما تشوفي صور بتاعته أنا كنت دراستي كانت على الجدار المبطن للرحب لأنه أنا دكتور أمراض نسا الناس كانت أول ما تشوفها تقول إيه ده تحت البحر هو ده إيه في الفضاء يعني ما كانش لسه العلم شايف أو عنسجة الجسم بصراسية الأبعاد مكبرة 200 ألف مرة و 300 ألف مرة وده تخني في إطار آخر بقى هو التعليم الجامعة بعثتني دراسة في بوستون يونيفورستي لدراسة كيفية وضع البرامج التعليمية وأساليب التدريس نقدر بقول إن دي كانت البداية خبكت بما بين الممارسة المهنية وأي مدى حضرتك شفت على مدار مسيرتك الكتير يعني سواء في مواقع كتير أسواء كأستاذ في الجامعة كشخصية عامة كعود ومجلس النواب في فترة خطيرة من الفترات من ألفين إلى ألفين وخمسة حضرتك قلت لي وكرئيس لجنة التعليم كل الخبرات وما بعدها بقى من المؤسسات والعمل المدني كل الفترة دي تقدر حضرتك تقول لنا معرفش دا ينخص في إيجابة واحدة ولا لأ يعني إنه قد إيه إحنا قريبين من إننا نوصل للشكل اللي بنتمنى يعني إذا سمحت لي وقلت إن أنا أوصف مسير الدكتور حسام بدراوي مرتبط على طول عندنا بالتعليم قربنا يا دكتور ولا لسه بعيد؟ أنا رجل متفائل بطبعي ومن قراءتي لواحد من أكثر الناس اللي أثروا في حياتي وهو الإمام علي بن أبي طالب كان يقول إيه؟ يرتفعوا الناس لمستوى ظن الآخرين بهم يلا يلا فأنت لما بتظني في أولادك وفي تلمزتك وفي المجتمع أفضل يرتفعوا إلى مستوى ظنك بهم غير لما تقطميهم وتكسريهم وتنتقديهم سلبا ففكرة النظر إلى المستقبل بأمل دي يعني داخلة في حياتي أتنين إن إحنا عندنا تحدي رئيسي وهو عدم استدامة تطبيق كل ما نتطفق عليه من تنية أنا هكلمك في إطار التعليم وإطار الرعاية الصحية وإطار الاقتصاد وكل القطر هتلاقينا بنمشي من ألف إلى به ونرجع من به إلى ألف النسبة للتعليم بقى قصة اختلفت لأن التعليم مفيش فيه تغييرات تتم فجأة ولا فيه تفارات التعليم طبيعته إنه هادئ في التحول دورات دورة وتخلاص ويجي بعد وإذا لم يستدام السياسة متشوفيش أثر الأثر بيختفي وفيه حاجات إحنا مفروض ناخدها من غيرنا هو إحنا اللي بنخترع العلوم وإحنا اللي بنخترع التكنولوجيا لا لا ناخد ما يفعله الآخر وانطبقه أعظم التجارب التعليمية إحنا فين بقى في اللغة العربية وفي التاريخ ده قصة أخرى يعني في حكمة بس أقولها لك لا يرتفع مستوى تعليم في أي أمة فوق مستوى معلمية كتير إحنا في البرنامج نتكلم عن فكرة أنه مسؤولية الشخصية في تطوير وتنمية الذات فبالتأكيد التعليم لي مراحل كتير وأشكال كتير لكن اللي إحنا معنين به المدرس اللي حضرتك بتتكلم عنه نلاقي فين الشخصية دي إذا كان هو برضو منتج النظام التعليمي اللي إحنا لسه ما وصلناش فيه لأفضل ما لغير حقيقي صوري بقى أوكي والمدرس ده طالع بينين مش طالع من كلية التعليم اللي إحنا بنسميها في مصر كليات التربية كليات التربية دي بتخرج كم واحد بتخرج سبعين لثمانين ألف واحد كل سنة مدة الزمن الدراسة فيها إيه؟ من ثلاثة لأربع سنين يعني أنت في ثلاثة لأربع سنين تقدر تخلي المنتج ده يتناسب مع أحلامك اتنين أنا في إطار عملي العالم مع مؤسسة اسمها التعليم أولاً بندرب المدرسين في المدارس الرسمية للغات أغلب المدرسين قابلين للتدريب هم محتاجين أنك تنظري إليهم واتطوري قدرتهم في التعامل نمرة ثلاثة في إحصائيات معروفة عدد المدرسين لعدد الإداريين في وزارات التعليم في العالم إحنا عندنا نسبة مقلوبة الإداريين أكتر من المدرسين أو المدرسين اللي شاطرين نقلبهم إداريين والمدرسين المتخرجين ما نعينهمش ما نعينهمش في المدرس العامة تركيبة كده محتاجة شغل يعني لكن اللي أنا عايز أقوله هل الفرصة متاحة؟ أيوة هل الفرصة ضاعت؟ لا هل الشباب عنده استعداد لأنه يملأ هذا الفراغ بجدية؟ أيوة تركيبة التعليم زيها بالزبط وفي نفس أهمية المنهج والكتاب والأهم منهم المعايشة داخل المؤسسة التعليمية اللي محتاجة المدرس والأستاذ استراتيجية 2030 تضمن أننا إذا التزمنا بيها نوصل لده؟ أنا كنت المسؤولة عنها وأنا جبت سبعين خبير وأعدنا سنة ونص عشان نضع هذه الاستراتيجية وهي مقسمة إلى خمس أسس الأول هو الإتاحة والجودة وعدم التمييز وفي كل واحدة من دولة ودي أسهلهم الثاني هي إدارة العملية التعليمية والتوجه نحو المركزية الثالثة هي الرقمية الرقمية مفروض أن أنا بتكلم على أن يكون وجدان التلميذ ووجدان الأستاذ ووجدان الناظر رقمي والتعامل يتم بهذا الشكل فالاختبار يبقى نتيجة طبيعية أنه يكون رقمي أربعة والأهم هي صناعة الشخصية الشخصية القابلة للتعدد التي تستطيع العمل كفريق التي تحترم تاريخ بلادها المؤمنة بحضرها اللي عندها أمل في مستقبلها اللي بتنمي مهاراتها اللي بتتكلم أكثر من لغة وأخيرها القدرة التنفسية لأنك أنت يخريجك ما بيخرجش ينافس زملائه لا بينافس المنطقة وينافس العالم وعايز أقول لك أن خلال العشر سنوات القادمة سوق العمل الرئيسة هيبقى أوروبا فأنا بنافس عشان أروح أوروبا الخمس حاجات اللي أنا ذكرتهم دي كل واحدة فيهم له أهداف رئيسية وأهداف فرعية وصوب القياس ومشاريع وموازنة ومين المسؤول والزبن شكله إيه كان نفسي أن البرلمان والإعلام يبحاط الداء قدامه وبيحاسب الحكومة ويحاسب نفسه عليه هو إحنا وصلنا لإيه من كلامك العمل العام اللي حضرتك تقدمت فيه في مواقع أو تقلت فيه مواقع مختلفة لكن ما بقى طول الوقت وعلى طول الخط هو المؤسسات اللي حضرتك أسستها وبتشرف عليها لحد دلوقت يا أكتر حاجة أرهب لقلبك وحضرتك راضي عن ما تقدمه للمجتمع بها أنا اشتغلت صانع السياسات في البرلمان وصانع السياسات بينظر إلى الصورة الكاملة لكن لما تركت هذا المكان قررت أن انا أشتغل على ما يسموه المايكرو ليفج اللي انت بتقوله يا عم اعمله حتى لو كان نقطة في بحر ده اللي لفت نظري جدا وأنا بقرأ عن حضرتك أنه كل اللي حضرتك ناليت بي على مدار مسيرتك الطويلة العظيمة ما حاصل على الأرض في مؤسسات مجتمع ما ده عندي مؤسسة قريبة إلى قلبي وهي مؤسسة تكاتف وإحنا بناخد المدارس الحكومية المهلهلة المدمرة ونرجعها مدرسة يعني زي أكلناها قطع خاص هيلة وندرب المدرسين والنزار ونعمل تأمين صحي للأطفال اتنين مؤسسة التعليم أولاً دي منوط شغلتها أو الهدف منها هو تدريب المدرسين والنزار وإحنا الحمد لله مدربين لحد الوقت اتنين وعشرين ألف واحد برضو بدون تكليفة على الدولة وإحنا اخترنا قطعة واحد من التعليم هي المدارس الحكومية للنغات اللي هي بتخاطب الطبقة المتوسطة أنا في تكاتف بخطة الطبقة الأقل من المتوسطة لكن في التعليم أولاً طبقة متوسطة اللي بتقدر تدفع أربع خمس تلاف جنيه في السنة لإبنها وبنتها الجامعية التالتة في العام العام هي جامعية الحالمونة بالغد اللي أنا بدأتها وأنا أستاذ صغير في الكلية بأسرة أسمعها أسرة أحفاد الفرع أنا لحد دلوقتي بكتب كل أسبوع في المصر اليوم مقال عن حواراتي مع الحالمونة بالغد عندي طبعاً مؤسسة مهمة جداً هي المجلس الوطني التنافسية وجامعية نشر الثقافة والمعرفة لأن ده شغفي هي الثقافة والمعرفة ومن غير السياسي بين غير عمق ثقافي مالوش قيمة أنا خلاص حفزت تعليم والثقافة والشباب طبعاً أنا حضرتك هنا في شركة تأمين صحي خاصة من شئة سنة تسعة وتمانين ودي أول شركة تأمين صحي مصرية وشأت الشركة ده عشان أخلق الطرف الثالث اللي يقدر يسد اللي يقدر ياخد من قدر قليل من الأموال وينفق على المريض في المستشفى في وراها فلسفة دكتور حسين وإحنا في مكتبك هنا مش قدر أشيل عيني من على الصور فلازم أسألك عن الحياة الشخصية وفي قصة كل المسئوليات والعمل العام كان ديها دور شكله إيه؟ أنا شايفه مبهج بصراحة أنا زي ما قلتلك أنا رجل متفائل مبتسم وبشوف في الناس أحسن ما فيها فأنا قسرتي أحسن ما فيها سواء ابني ناجح الحمد لله وبنتي وزوجتي وأحفادي بقى عندي ثلاث حفيدات يعني يملأوا الحياة بهجة ورضة بالنفس نجننوا الصور عظيمة يا ختاماً عندنا سؤال تقليدي كده في شغل عالي إنه بنقول حضرتك مجموعة من الكلمات ويعني حرك قول لنا كلمة وصوت كل كلمة من اللي إحنا بنشاركك بيه وقع كلمة التعلم على دكتور حسين بدراوي الحياة طول الحياة تعلم يستمر ليتوقف عن التعلم توقف عن الحياة المدرس يجب أن يكون الهدف الرئيسي للدولة العيلة هنقول الخلية الرئيسية لبناء مجتمع ساوي أصدقائك من عيلتك أصدقاء بقين إلى الأبد الحب هقولك حاجات كتير بعض الحب إنه ما يعرفش يحب ميت والحب بكل أنواعه مشاعر الحب هي التي تجعلنا إنسانيين نيتم نكمل الشغف الشغف أنت هتلاحظي إن أنا أه ما أنا شايفية أنا شايفية حضرتك يعني الشغف هو الطاقة التي تجعل مطور الحياة يتقدم ويجعل توجهاتنا لها معنى أنا شغوف بالحياة وشغوف بالفن وشغوف بالتعليم وشغوف بالتواصل مع الناس وشغوف ببلادي بغض النظر أنا فين دا حي لأنه ما اختلفت المواقع حضرتك بتكمل بتكمل في رسالتك الشباب أمل هذه الأمة الوقت آه الوقت آه لقلم هل يوم حديدك لازم يسأل عن الوقت ناس كتير تقولني ناس كتير بتسألني السؤال ده وانت بتقدر تعمل الكلام ده كله زي عندك وقت كلهم اللي يقول ما عنديش وقت كاذب كلنا عندنا وقت كلنا عندنا وقت نقرأ وكلنا عندنا وقت نتحور وكلنا عند وقت نتعلم وكلنا عند كلنا كلنا فالوقت نسبي انت بتستخدميه ازاي؟ ليرجع اليك والوقت علمي بقى لسا كتب مقال قريب لنفسي عن الزمن احنا زمان كنا بنتكلم يعني عبل ما البشرية عرفت السنين والشهور والأيام والساعات والدقايق والثواني ووقفت عند الثاني لا دا فيه تحت الثانية بقى تفاصيل تفاصيل اخصوصي النهر العاف مشكرك يا دكتور شكرا جزيلا لانك واحد من الناس مش بس بيعمله شغل عالي بمصطلحنا لكن كمان بيعمله تأثير حقيقي انا بشكرك وبشكر الطقم اللي بيشتغل معاك بان زي ما قلت في الاول انا احسسته بالاحتراف في اعدادهم لهذا اللقاء شكرا 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 لكم المدرس هيفضل المدرس هي الشخصية الاعظم والاهم والاكثر تأثيرا في حياة اي واحد فيه هيبقى نصيبك عظيم جدا من الدنيا لو ربنا بعتلك في رحلة التعليم المبكر بتاعتك خصوصا يعني في الابتدائي مدرس متميز ومؤثر لكن هو الحقيقة بصراحة يعني المدرس عشان يوصل لانه يبقى شخص مؤثر وفارق في حياتنا بنفضل نفتكره يعني فيه ناس عندهم 70-80 سنة وفاكر اسم المدرس بتاعه تحديدا في الابتدائي هو علشان يبقى الشخصية دي بيدفع ثمن غالي قوي وغالبا بيخبي عليك مصاعب شخصية كتير عشان كده الوقت هشاركك بأشهر عشر حاجات بيخبيها عليك المدرس عشان مصلحتك لما المدرس يقولك هنبدأ كده من أول السنة يدخل الفصل ياخد وشك جدية ويقولك أنا معنديش هزار عارفيني الشخطة بتاعت أول السنة دي؟ حد فاكرها؟ الشخطة دي بتبقى وراها إنه هو أصلا داخل وفي دماغه مئة سؤال عن الدفعة دي هيتعبوني ولا لأ؟ يا ترى مين اللي هيطلع عيني فيهم؟ يا ترى يحصل إيه تول السنة؟ فهو عنده حاجات كتيرة جدا بتدور في دماغه فهو بيخبي الوش اللطيف في أول السنة عشان ما يسمحش لأي هزار فعلا يحصل هيقولك مش هناخد وقت في الشرح المراتي الحقيقة عكس كده خالص غالبا إياما حصد خلصت وإحنا مكناش هناخد وقت في الشرح المراتي هي لها دعوة أكيد قدرته على الشرح لها دعوة برضو بالطالبة اللي موجودين في الفصل بالزحمة اللي أصلا ملوش دمب فيها ثالثا هيقول لفصله العزيز أنتو نموذج لأي فصل الحقيقة أن الجملة دي بتتقال لمعظم الفصول وهو بصراحة بيخبي عليكم الحكاية دي بس هو بيقولها لهم علشان يشجعهم على الإنجاز وهي دي مسؤوليته أنه يحسس الناس أو الطلبة بتوع أنه جمدين جدا المدرس هيقول لك ركز معي عشان دي الخلاصة وفي حقيقة الجملة دي لما بتتقال مش دقيقة قوي لأنه الجملة نفسها اتغير مفهومها مفيش حد بقى عنده الخلاصة طرق التعلم اتغيرت طرق الامتحانات أصلا اتغيرت عن زمان فالخلاصة أنه مفيش خلاصة يعني أشهر جملة في امتحان في شهر خمس دقايق ولم الورق دي المدرس بيقولها للطلبة جالبا في نص وقت الامتحان عشان يبتدي يوترك إنجز عشان ما يسرحش حد في دماغ اللي جنبه وهو لسه ما خلاصش الامتحان المدرس دايما بيقول الامتحان في مستوى الطالب المتوسط أول ما تسمع الجملة دي تعرف إنك في أزمة حقيقية لأن طول عمرنا بننور على الطالب المتوسط اللي الامتحان دايما في مستوى بس إحنا مش عارفين نوصله هيقول إحنا متأخرين في المنهج والحقيقة إنه بيحملك مسؤولية التأخير وإنت أصلا ملكش ذنبه أنا مش المنهج ولا الوزارة أنا طالب قاعد قدامك على الكرسي هو في الأغلب مش عايز منهده إحنا متأخرين ومستعجلين وخلينا ننجس بعض المدرسين بيقولوا الامتحان مش هيخرج من الحتة دي والجملة دي كمان كانت جملة قديمة وإذا كانت نفعت فهي مستحيل تضمانها النهاردة لأن مفيش مدرس بيعرف الامتحان ولا هيعرف الامتحان هيجي في إيه تحديداً هو بيقولك كده بس عشان يقولك إنه جابت كتبة الطفولة العتيقة والمشهورة جداً حصة الألعاب مين كان بياخد حصة الألعاب في مدرسته؟ مش أنا أنا حصة الألعاب بتاعتنا كنا بننزل نتمشى كده مع بعض بس حصة الألعاب كانت حلم كبير لأجيال كاملة اتحرمت منها يا إما لدواعي تنظيف الحوش أحياناً عشان نعلم الطلبة المسؤولية أو إننا لدواعي إنه مفيش حوش أساساً فمفيش حصة ألعاب أو لأنهم بيعتبروا إن حصة الألعاب زي حصة التواصل الاجتماعي فالناس لذيز تقعد تتعرف على بعض المدرس هيقول اللي تكلمه اللي جنبه هيطلعه بره مين فينا مطلعش بره وهو كان ما عملش حاجة؟ يعني هو اللي جنبه اللي جنبه اللي كان بيعمل كل البلاوي والمصايب لكن المدرس ما عندوش وقت إنه يحقق مين اللي عمل المصيبة دي أي دوشة جاية من ناحية دي؟ الناحية دي هيتعقبه اطلع بره من سكانت بعد دقايق هنرجع نتكلم كمان عن تحديات مهنة المدرس لأنه وإن كان بيخبي علينا حاجات فالحاجات اللي احنا شايفينها وحاسين بيها إن المهنة دي مليانة تحديات مهنة التدريس زي ما اتفقنا واحدة من أصعب المهن وأهم المهن وإذا كان في حاجة تستحق الاحترام فهي مش بس المجهودات اللي بنشوفها لكن المجهودات اللي ما بنشوفهاش تحديات المدرس أولا تبدأ من قدرات الطالب اللي هو مش مسؤول عنها ولادنا والطلاب كلهم مختلفين إحنا مش شبه بعض المدرس مطلوب منه يوصل لشخصية ودماغ كل طالب علشان يقدر يفهموا الدرس إنت متخيل يعني إيه؟ يبقى قدامك خمسين واحد محتاج تكلمهم بخمسين سرعة وطريقة عشان ده اختلاف قدرات التحدي التاني إن المدرس مش بس مدرس هو في الحقيقة مطلوب منه إنه يبقى مدرس وصديق وأخصاء اجتماعي أحياناً وإنه يبقى قريب من كل الطلب عشان يحبوه وأعتقد إنه أكتر مدرسين إحنا فاكرينهم إنه إحنا صغيرين كانوا المدرسين اللي عملوا الشكل ده من التعليم المدرس طول الوقت عنده تحدي اسمه إن الوقت دايق المنهج كبير وأحياناً كده بيبقى فيه الأجازات كتير وإحنا عندنا الحكاية دي مشهورة جداً فإنجاز المنهج من غير ما يكاروت واحدة من تحديات المدرس اللي أحياناً ما بيلاقيش لها حال اللي إحنا ما نعرفوش إن المدرس يومه ما بيخلص أبداً الساعة 2 الدهر زي ما إحنا بنروح أو 3 أو 4 المدرس مش بس مسؤول عن التعليم لكن كمان مسؤول عن التقييم فهو عنده شوية أعمال وراقية كده تخص إنه يشرح الدرس وإنه يجهز الدرس ويحضر الدرس ويكتب تقارير عن الطلبة بعد انتهاء اليوم الدراسي واحدة من التحديات المشهورة جداً في مهنة التدريس واللي بدأت بعد كوفيد 19 تحديداً هو التطور الرقمي لأنه بلدنا بتتغير وبتتحول للرقمنا حتى طرق التعليم تغيرت فالمدرس القديم بطريقته القديمة مهما كان شاطر هو محتاج يطور من نفسه ويتعلم طرق جديدة هو كمان المدرس اللي بيغضب الغضب واحدة من تحديات المدرس لأنه في بعض الأحيان عنده تحدي إنه يتمالك نفسه قدام استفزاز طالب أو رد مش مظبوط أو طريقة مش مناسبة ليه هو في النهاية إنسان يقدر يمسك غضبه ده تحدي حقيقي حتى فكر العقاب بتعزمين تعقبوا في المدرسة كان إيه قولوه لي لا يا راكل إيه زي إيه كمان عالم عالم وبحق بين الصوابع دي أوه أيوة دي فكرة إيها دي فاكرين دي كنا المصطرة اللي جابين الصوابع دي طب أحب أقول لكم بس وأطمنكم أنه في طرق الحديثة للتربية والتعليم لازم يبقى فيه بالمناسبة ثواب وعقاب لكن أي عقاب بدني مش مقبول أبداً لكن واحدة من التحديات إنه هو مطلوب منه عقاب والطروة الأديمة اللي كانت زمان حتى مش متاحة للمدارس هو استراحة دلوقتي برضو بقى فيه عقاب مش أحسن حاجة للأطفال في المدارس بقى المدرسين أنتوا هتعملوا دوشة للولاد هتعملوا دوشة طب مش هشرح الدرسة النهاردة معتقدش إنهما كده تعجبوا يعني هو كده بيعاقب الأهالي غالباً أو بيعاقب إنه هو بيحرموا من حاجة مهمة أنا متفق معيك فيه طرق من العقاب مش مقبولة لكن هو التحدي فعلاً إنه يلاقي طريقة للعقاب تخلي الشخص يبطل يعمل الحاجة التحدي التعامل هو الضغط المادي بعضنا كده وخصوصاً اللي بيروحوا دروس خصوصية بيقعد يعد للمدارس فيقول اتنين، أربعة، ستة، تمانية، في متين بكام؟ الف وست ومية، يعني نقعد نحسب له كده في الساعة كام؟ ولأنه مش كل المدارسين بيعملوا كده ولا كل المدارسين يحبوا إنهم يلجأوا للدروس الخصوصية فهو في ضغط مادي حقيقي لو مش بيفضل الطريقة دي والطريقة دي ما بقتش أصلاً متاحة دلوقتي في طرق التعالم الجديدة فهو شخص مضغوط مدياً ومطلوب منه يقدم أفضل نتائج بأقل الإمكانيات التواصل مع الآباء أنت متخيل إن المدرس أحياناً عشان يحل مشكلة الطالب هو محتاج يتواصل مع أهله ولازم أشوف مين اللي طلع لي الكائن ده فعشان يقول له حاجة عن مستوى ابنه التعليمي أو الاجتماعي أو النفسي بس هو عشان يوصل للأهل يا الأهل المركزين أو مش مركزين دي حاجة صعبة وأحياناً إن العكس ضغط الأهل وطلباتهم الكتير بيتعب المدارس التحدي العاشر هو التعليم عن بعض برضو في الثلاث سنين اللي فاتوا شكل التعليم تغير فالمدرس بقى مطلوب منه يوصل لنفس النتائج ويعلم الطلبة نفس مستوى التعليم وهو مش شايفهم ومش حاضر معاهم واحدة من طرق التواصل المهمة جداً وطرق التعلم إني أبقى شايفهم فالتعليم عن بعض تحدي حقيقي للمدارسين زي ما خليهم يطلعوا طرق مبتكرة للتعليم زي ما تعبهم جداً وسبب لهم عبء زيادة عن أعباء تانية كثيرة لازم نكرر كل التحية لكل المدارسين والمؤثرين والملهمين في حياتنا وناخد نفسنا شوية ونرجع نكمل شغل عالي عمر البربري مؤسس شركة أو بي أم إديوكيشن مدير التطوير الوظيفي لشركة لويار مدير العمليات بشركة بيزنيكس مدير التطوير الوظيفي ما قبل الجامعة ببرنامج مجلس السكان خبرة طويلة في مجال تنمية مهارات الشباب موسيقى 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 أستاذ عمر أولاً منوّرنا في شغل عالي نوركي وثانياً وإحنا بنتكلم عن التعليم ما ينفعش نغفل أن مستقبل التعلم هو هيكون من خلال تطبيقات ومنصات وطرق جديدة للتعلم عشان كده إحنا صعداء بتجربتك في أو بي أم إديوكيشن أنا أسعد يا فندم أنا أسعد من التفاصيل ليه كنت شايف أنه فيه إحتياج حقيقي منصة جديدة تخدم طلبة الهاي سكول أنت قلت لنا الهاي سكول ستودنس يعني سانوي سانوي وعددي كمان مؤخراً نشتغل مع طلاب مرحلة عددية أهلاً بحليك طبعاً نحن في أو بي أم نشتغل من 2013 من وقت ما إحنا كنا لسه طلاب في الجامعة كنا مشتعل على أنها مبادرة إن إحنا نقول للطلاب ما تقرروش غلطتنا يعني إيه غلطتنا يعني إن النهاردة زاكر كويس قوي إيه الجامعة أنت داخلها أي نعم فيه تنسيق بس في الأول آخر إنت وإنت بتختار التنسيق الطالب بيجي له تشوك مرة واحدة اللي هو بيتصدم أنا طب أنا جبت تمانين خلاص بقى أي جامعة هتقابلني في الأول آخر هو لازم يقرأ الجامعات دي أو الكليات دي إيه اللي جواها إيه اللي جواها فبدأنا من 2013 نحن نعمل مبادرة عن طريق مؤتمر بنعمله بعد ما الطلاب بيخلصوا والسنوية العامة اسمه مؤتمر ابن مستقبلك وبدأنا واحدة واحدة مع الطلاب إنه هم يعني بدأنا ب700 طالب يعني هي كأنها استشارات قبل دخول الجامعة؟ أه دي خلينا نقول اللي بنسميها الكوليجي جايدينس والكالير جايدينس اللي هو الاستشارات المتعلقة بالدخول للجامعة والاستشارات المتعلقة بالكالير بشكل عام لأن النهاردة العالم كله دلوقتي بدأ إن إحنا اتصدمنا إحنا كمصريين فجأة في وقت الكورونا إيه ده 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 فيه تكنولوجي ده لازم نستعمل تكنولوجي ده لازم نشتغل مع تكنولوجي فبالتالي لازم نتعلم التكنولوجي؟ بالضبط كان وده اللي بيخفل عنه كتير قوي من الناس والناس مش لازم بقى الناس دي يكون اللي بيخفلوا عن كده متعلمين أو جر متعلمين وفي الآخر الناس كتير اللي بتأخفل عن ده هو فكرة أنا لازم أدخل ابني أو بنتي كلية قمة وطب وهالناسة لو الناس بتقرأ الريبورتز أو بتقعد تشوف بتعمل إيه سرش بس يعني إيه سرش بسيط جدا على جوجل كام واحد بتخرج من هندسة؟ كام واحد بتخرج من طب كتير قوي؟ والوظائف اللي بيقابلوها قد إيه؟ بالضبط والفي بحث بالعكس بقى إيه الوظائف المطلوبة أكتر؟ بالضبط هنلاقيها مش هي الوظائف خالص اللي احنا بنتذكرها بالجميع يعني من الطب تان ما فيش أي حاجة بالطب إلا والهندسة غير اللي هي حاجات الكمبيوتر ساينز اللي هي بقى جوة الكمبيوتر ساينز الإي آي وديفالبنت والكلام ده كله لا وفيه مرتبط بالطب التمريد مطلوب جدا عالميا وكمان التكنولوجي في القصة دي دي لأن طبعا الطلاب لما بياخدوا الكريكولم بياخدوا أكاديمي بحث اللي هو امتحان وكده يعني حتى التكنولوجي ما كانتش دخلة قوي مؤخرا قبل 2019 في موضوع الجامعات الكليد مع ظهور طبعا الجامعات اللي دخلت مصر الدولية اللي جات مصر هنا والجامعات كمان الأهلية المبادرة اللي قامت بها الحكومة في الجامعات الأهلية بدأ يظهر وخصصا كمان جامعة من الجامعات الأهلية ومشهورة عنها جدا التقدم في التكنولوجي في الطب هي جامعة الجلالة على سبيل المثال جامعة الجلالة عندها من أميز كلات الطب الموجودة في مصر وعندها الروبتس موجودين ومشهورة بيه جدا برا مصر موضوع الروبت ده وفي الأول الآخر ده اللي همينا اه دي أنا أسفا يبقى قطعك بس مثلا معلومة دي لو عند طالب فهتساعدوا انه طيب روح اختار الجامعة دي لان بعد ما تتخرج منها هتلاقي فرص شك هو ده الدور بقى ده دور حلوة ده دور غير دور بابا وماما خالص يعني لانه بابا وماما بيقولولنا فعلا الحاجات اللي على زوقهم واعتقد احنا محتاجين نسمعي تبغششني كده وعشان كده احنا احنا في اوبي ام على سبيل المسال بنعمل الموضوع ده عن طريق البروجرمز اللي يعملها جوه المدارس وكمان بنعملها على الولاين بلاتفورم ومؤخرا بنطلق طالب اب لكل انواع الطلاب ان هو يقدر جوه طالب اب ده يعمل اساسمنت اساسمنت علمي يقوله انا الهوبي اللي عندي عاملة ازاي الموهبة بتاعتي روحها فين ويبدأ يقوله في الاخر ديمانشنز بقى لانت رايحها ديمانشنز دي بتوديك على مثلا اندستري الميديكال تمام وكم اندستري جنب الميديكال قريبين للحتة اللي ليه علاقة بالمواد بتاعت العلوم او الكلام ده كله فيبدأ الطالب يعلي الاسكيل ده ده لو هو لسه ما تخرجش من السنوية العامة اما لو خد السنوية العامة وخلاص جاب مجموعة قويس لازم يبدأ يشوف اول حاجة الريبورت السنوي اللي بيحصل من هارفرد مثلا على سبيل المسال وموجود هنا كمان في مصر فيه ريبورتات كتير جدا بتنشر عن ناس يعني علماء وده كترة عن هو يا جماعة الفيتر اوف جوب صراح على فين يعني كل سنة في شهر ستة تقريبا بيبقى فيه الفيتر جوبس ريبورت لازم الطالب يشوف ده ويماتش ده بقى مع يعني الطالب اللي بيبقى جايب مجموعة قويس بيبقى ده بالنسبة له ده ده حظه اكبر انه هو يبدأ يختار فيه ديفرنت اوبشنز بالنسبة له اه الاختارات ومتاحها اكثر بالزبط فيقدر من خلال ده انه هو يقرأ بقى طب ايه الحتة الرليتد اللي انا هعرف عاملها هنا وإيه الحاجة اللي فيها فيتر جوبس لان زي ما قلت حليك في الاول ده بيقدن احنا عندنا مثلا مثلا عشرين الف طالب ده على سبيل المثال بيتخرجوا مثلا من طب اسنان والوظيف بس اللي موجودة الفين فالنهار ده الباقي الطلب ده بيبدأه ان هم يروحوا للكاريشفتنج فيبدأ الطلب يبدأ يفوق في السبعة وعشرين ستة وعشرين سنة الموضوع ده بيكون للطلب كتير جدا بيبدأ بقى الطلاب فيه طلاب بتبدأ ان هي تروح تسلق بقى مستق اخر حاجات بسيطة جدا كان ممكن يدرسها جنب الجامعة او كان ممكن يدخلها من البداية عايز اقالك سؤال واعتقد انه غريب على ثقافتنا شوية بس لازم يتسأل هل بعد ما قديت استشارة مثلا لطالب ما حصلت معاكو انه قرر ما يدخلش جامعة اصلا لكن يتعلم مهارات تانية او هل ده مثلك مرحب به عالميا يعني انا مش لازم لو ما عنديش فرصة مثلا غير اني ادرس في الجامعة الفلانية المتاحة من مكتب التنسيق هل ممكن ناس تاخد قرارات جريئة وتقول لا انا هتعلم في جوجل اكاديمي انا هتعلم في حاجة تانية خالص بعيدة ولا دي لست بدري علينا لا مش لست بدري خالص وخصوصا دي بدأت ان هي تلمع في عيون الناس في 2019 لما خلاص الناس زمانك بتستصعب الانلاين اليونيج لو انا اشتغل هادرس عن بعد فجمع برا او جمع اونلاين او الكلام ده كله فازاي وبتاع الكلام ده كله بدأ الاهالي بقى يبدأوا يقتنعوا بالكونسب ده فبدأ الولاد دي بقى عندهم حرية شوية ودي بصراحة شديدة انه هما يختاروا الاخترادي فيه طلبة كتيرة جدا على فكرة مش بتكمل ويبدأوا انه هما يبدأوا ياخدوا كورسز معينة ويبدأوا يعلن اللي نهارده المنتشر في الكوميونيتيز بتاع الطلاب بشكل عام اللي احنا بنتكلم عليهم سواء مثلا من اول تاني عدد الصغيرين لحد تالتة سنوية اللي هو في الانترناشنال جريد ايت لحد تولف الولاد دولة بدأ عندهم ثقافة جديدة اللي هو انا الشغل اللي مش هيبقى محتاج مني سرتيفكتة هيبقى محتاج مني جريد ده المصطلح اللي طالع جديد او تريند بقى بين الولاد بقى لهم من 2019 احنا كنين يقفى تلات اربع سنين في الموضوع ده هو ده بقى اللي محتاج قاله لنا احنا صغارين اه دي الحقيقة احنا بضحك علينا خذنا شاهدات بس عايز اسألك بقى الخدمة الحلوة دي يلا اي مدى قادرة توصل لكل قطاعات الناس وهل الطالب اللي عنده حظ انه في مدرسة لغاته او انترناشنال هو اللي قادر يوصل لكم وانتو توصلوا ليه ولا قادرين توصلوا لقطاع كبير من الناس عشان تديلوا النصيحة دي بدر بزرط احنا في 2013 اشتغلنا لما مبادرة اشتغلنا على بتوع الناشنال طلاب المدارس الحكومية وكملنا في ده لحد النهار ده فاحنا بدئين اصلا مع الناشنال والان الناشنال عدد رقم كبير جدا اتنين مليون وشوية طلاب في المرحلة السنوية كتير وبعدين نهار ده عشان تقدر انك تخدم كل الطلاب دي بنبذ المجهود كبير جدا وده عن طريق احنا عندنا نتورك في أمباسدورد زي كده السفراء بتاعنا بتاع الشركة شبكة سفراء الطلاب دولة بيبقوا في المدارس والمدارس دي بتبقى في ادرات تعلمية معاناة على مختلف المحافظات عشان نقدر ان احنا نفيد اكبر شريحة موجودة لطالب بتاع المدارس اللغات او المدارس الدولية بشكل نعام بعض المدارس دلوقتي مؤخرا بدأت تقوم بالخدمة دي اللي هي خدمة الكاريج جايدنس وكوليج جايدنس اللي هو الإرشاد الوظيفي والإرشاد دي الكلية بدأت بالفعل المدارس تطبق ده وبدأت تستعمل التولز بتاعتنا ان هي الأدواء بتاعتنا تعالوا انتوا عملوا ده عندنا فالمدارس اللغات او الدولية بدأت ان هم يقول لنا لا تعالوا انتوا نفذوا ده عندنا اما المدارس الحكومية بدأنا بنشتعل معهم زي موقت حريك من 2013 مؤخرا بدأنا ان ناخد مشاريع مع شركات دولية نبدأ نطبقها هنا مشاريع عن مثلا منصات تعليمية لتعليم الولاد الحاجات اللي هي الفيتشر الفيتشر سكيلز والكلام ده كله بحيث ان احنا نقدر من ده نفيد شريحة اكبر من الولاد احنا الثاني فاتت وصلين 148 الف طالب مستفيد ما بين اولى وثانية وثالثة سنوي لو جالك حد اكبر بتعمل ايه؟ لو جالي حد اكبر ببدأ ان انا اشتغل معاه واحدة واحدة وفي منصات تانية احنا بنقوم بالتعاون معاها من الشركات النشأة الموجودة ان احنا نسلمهم بقى الطالب ده بيطلع من هنا يفضل منكمل في هنا وبعد كده بتلاقي برضو في يعني دي الحمد لله في المنظومة البيئية بتاعت الشركات النشأة بصراحة انا اعتقد ان احنا بنسلم بعض بذات في مجال التعليم بنسلم بعضه دي حاجة مهمة جدا نهار ده بدأت تظهر شركات بتعلم الطلاب من لسه من سن نبتدائي الحاجات التكنولوجيز التكنولوجيز بالذات حاجة تكنولوجيز والكلام ده كله بجانب دراسته احنا ماينفعش نتنازل وده اللي احنا بنقوله دايما ماينفعش تنازل عن المحتوى التعليمي اللي الطالب لازم يتأسس به التعليم الاساسي ده مهم جدا ولكن بجانب التعليم هو اللي احنا بنقوم به احنا باعث الشركات ديها التعليم الموازي الطالب عم بيروح انا منيجي دعوة طالب وهو في مدرسة لازم يتأسس لكن بعد ما يطلع المدرسة لازم أنا أفضل مكمل معي علشان ما يبدأش أنه هو يروح للبلاتفون الثانية ويبدأ أنه هو يدماغه شتت في حيات كثيرة قوي أو على الأقل يهدر وقته أو عشان يلحق بدل بالكلام العظيم عن الأحلام اللي اتحققت إيه أحلامك اللي جاي يعني أنت شايف أنه إزاي ممكن التعلم بشكل عام أو مهنة التعليم اللي مشغلين في التعليم إزاي ممكن هما كمان أنا بسألك على الجانب الآخر مش بالجانب الطالب يعني المدرس إزاي هو ممكن كمان يتواكب يساعد يكون جزء داعم لمنظومة تطوير المهارات خلنا نقول على حاجة في 2019 من بعد ما الكورونا دخلت والكلام ده كله عايز أقول حليك فيه مدرسين كتير جدا ما تضرروش سواء مدرسين اللي بيدوا للطلاب المجموعات والكلام ده كله أو حتى يمكن المدارس عشان مدارس حكومية أكتر إحنا سمعنا صوت المدارس حكومية أكتر علشان الناس ما كانتش عارفة تتعامل مع التابلت أو كده السؤال الآخر هو النهاردة الناس بيتعارف تتعامل مع التابلت والنهاردة الطلبة أي نعم منطقي جدا 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 يبقى فيه بعض من الصعوبات يعني أنا عشان أدرس ما لازم فيه حاجات كتيرة صعبة يعني أنت رأيك إيه في الصراخ الفضيح اللي بيحصل مثلا لما بيبقى فيه مشكلة في التابلت في الامتحانات الإلكترونية رأيك في إيه ده الناس دايما بتتعلق الموضوع وخيرنا كانت مسراحة شديدة الناس بتتعلق دايما الموضوع على أن الوزارة أو مش الوزارة الموضوع إطلاقاً مش الوزارة إطلاقاً هو في الأول آخر يا جماعة إحنا متعلمين وطوله عمرنا ترابين على عدد تقاليد إن ده الامتحان هيبقى سهل والامتحان هيبقى في مستوى أي طالب والكلام ده كله في الأول آخر هو بيصعبها عليك مش بيبقى فكرة إنه هو صعبة أذى امتحان أو أذى إنه هو كوزارة أو كلام ده كله لكن تشبه اللي أنت مطلوب منك بالضبط إنه هو بعد كده أنت هتلاقي ده يعني وهو النهاردة كمان استعمال التكنولوجز بقى أبسط حاجة النهاردة أي طالب علشان يدخل يعرف يتخرج من الجامعة لازم يبقى سريع جدا على أبسط حاجة اللابتوب أو الكمبيوتر فهو بيعلمك شوية بيزيك فإن أنت قاعد ما أنت قريدي بتشتغل على الموبايل يعني أنت للطالب لو بصها النفس قاعد مع نفسه دقيقة أنا بلعب قريدي على الموبايل وبلعب بكل الألعاب الإلكترونية وبتفرج على كل المنصات وبعرف أطلع وأنزل وكل ده فما فرقتش في الامتحان أنا عايزة أسألك عن معضلة الأهالي بصراحة مش معضلة الطالبة مين الأكتر تجاوبا مع التطور؟ من غير محدة هيزعل ما تخافش الأهالي بيساعده ولا الطالب هو اللي بتلاقيه أكتر متجاوب؟ على حسب السن وده مهم الأهالي اللي مبين مثلا من الأربعينات فيما فوق موضوع التجاوب معهم صعب شوية الأهالي اللي بننزل بالعمر تحت التلاتينات وبداية العشرينات اللي لسه متجاوزين بدل وكده دولة بالنسبة لنا بيبقوا هم خلاص هم فاهمين وقارين وفاهمين ده هم جزء كمان هم جزء المنظومة لأنها هتلاقي الأب أو الأم دولة دي بيشتغلوا في حاجة خلاص تطبقت فيها حيث تتك وهو ده المستقبل اللي هو في الأول والآخر لازم نتعرف تتعامل مع ده زمان وإحنا أطفال كم نقعد نشوف حاجات واو اللي هو إزاي الناس هتسافر وتروح وتيجي فضاء وبسرعة والسرعة والحاجات اللي بتجري كتير قوي حوالينا دي ففي الأول والآخر الناس لازم تواكب ده واللي مش هيواكب ده مش هيعيش طبعا بس في الأول والآخر هيبقى يفضل مكان آه ده حقيقي وهيبقى معزول بشكل ما بالزبط كان أستاذ عمر أنا مبسوطة جدا جدا بكل الكلام العظيم العداج قلته وكل الشغل الأعظم اللي حصل على الأرض انت حقيقي واحد من الناس اللي عاملين على الأرض في مجال التعليم والشاد التعليم شغل عادي شكرا 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 لو في حاجة ممكن نقول إنها بتفضل معانا من يوم ما نتولد لحد بآخر يوم في عمرنا فهي التعلم عشان كده رحلة الكلام عن التعلم وعلاقته بالشغل هي رحلة ممتعة طول الوقت لأن مين فينا ما يحبش يتعلم كل يوم حاجة جديدة أشوفكم على كل خير وتكونوا بتعملوا شغل عادي شكرا